غالباً ما يرتدي النائب الطبيب ثوبه الأبيض من دون أن يخلع عنه بالذاته النيابية وغالباً ما يسخر الثوب الأول لتدعيم بقاء لقب السعادة من خلال تقديم الخدمات الطبية للمريض الناخب غير أن النائب سليم سلهب يبدو أنه استغنى عن توظيف بالذاته البيضاء بالسياسة صرت شوي شوي بدل ما خفف بالطب صرت يرجع على الطب تدريجياً ناطرته المجلس يرجع ياخد الحركة العادية تبعه الحركة اللي حقيقة كنا نعرفها بالماضي كثرهم النواب في المجلس النيابي الذين يمتهنون الطب ومن بينهم من ترك مهنته الأساسية كطبيب ليتفرغ للعمل السياسي ولكن ليس سلهب بالطب فيني فيد شفت أنه بالطب فيني أخدم وبما أنه أنا إذا كنت بالنيابة يما بالطبابة أنا هدفي شوفيني أخدم قلت أنا بكفي بالخدمة الطبية العليلة بالطب واحد واحد بيعملوا اثنين أمضيع وقتي أكتر بدون إفادة عملانية على الأرض وثانية أثرت على شخصيتي صفيت أنه كأنه حزين أنه ما أم بقدر بعمل شي هوني وما أعمل شي هوني حرام تروح حيشتك كلها بدون ما تخدم يما بدون ما تعطي تنتج يفضل سلهب لقب طبيب على لقب سعادة النائب ويعتبر نفسه فشل في السياسة إذ لم يستطع تقديم خدمات كالتي يقدمها في الطب ويشرح الاختلاف بين وجوده في المجلس النيابي ووجوده في عيادته هوني حتى لو المريض موجول والمريض تابين واللح بيتعب لي عصابة بحس حالي بيجوي بحس حالي مثل سمكة بالماء بنزل لتحت ولك ما فيش حكي سياسي ما بناش نعمل المشاريع أنا مش رجل سياسي وأنت رجل سياسي بدي أحكي سياسي بنا نحكي نحلل نشوف شو أحسن للبلد يمكن ثقناني يمكن ما في حكي سياسي كل واحد ولو كنت نسلم عبادنا يفكر النائب سلهب أو طبيب الفقراء كما يسميه من يعرفه في عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة إن حصلت ويؤكد أن المرض السياسي اللبناني مستعصن على العلاج في حين أن لا طبيب يعمل لمعالجته